تحت رعاية سعادة اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام أقامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بنادي ضباط الأمن العام ورشة عمل حول معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال العدالة لدى المكلفين بإنقاذ القانون والتي تركزت محاورها حول حماية حقوق الإنسان والحريات ومعايير الرقابة والنزاهة للعمل الشرطي وسبل الدعم وآليات الرقابة وفق معايير الأمم المتحدة وحماية الفئات المستضعفة مع التركيز على النساء والأطفال طبعا تأتي ورشة العمل هذه أو ما نسميها بالندوة الوطنية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي نشرف بها مع وزارة الداخلية ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة معالي الفريق الشيخ راشد الخليفة وزير الداخلية بهدف معاونة الوزارة الداخلية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون لأجهزة الشرطة وفقا للتوجهات السامية لجلالة الملك بهذا الشأن ووفقا لمعايير الأمم المتحدة ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات وحماية العدالة الجنائية لدى إنفاذ القانون ولدى القيام بالعمل الشرطي في الحقيقة نركز اليوم مع خبراءنا المتحصصين على عرض معايير الأمم المتحدة التي تدعم تطوير الاستراتيجيات الوطنية نحو حماية الحقوق والحريات واحترام معايير العدالة الجنائية لدى إنفاذ القانون من واجهة ولكن من واجهة أخرى أيضا نقدم البدائل والحلول الدولية أو وفقا للمعايير الدولية للتحديات التي تواجهها الوظارة في مجال إيجاد بدائل للحبس أو بدائل للحجز أو الوصول إلى بدائل للعدالة التصالحية بالطبع مع أجهزة القضاء والنياة وقد ألقى سعادة رئيس الأمن العام كلمة نقل خلالها تحيات معالي وزير الداخلية وترحيبه بالمشاركين في الورشة على أرض مملكة البحرين التي يسعدها دائما أن تستضيف مثل هذه الفعاليات التي تسهم في خدمة البشرية في كافة المجالات وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية كما أن مملكة البحرين لا تدخر جهدا في دعم أي عمل يحقق للإنسان أمنه واستقراره خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات أمنية غير مسبوقة مشيرا إلى أن وزارة الداخلية حرصت على تدريب وأعداد وتهيئة الأشخاص المخولين بتنفيذ القانون للقيام بأعمالهم وفق مبادئ حقوق الإنسان في كافة مناحي العمل الأمني بهدف ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لمنتسبي وزارة الداخلية وقدم سعادة رئيس الأمن العام شكره للدكتور حاتم علي ممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون والزملائه من الخبراء المحاضرين كما وقدم شكره إلى المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على إقامة مثل هذه الورشة لما تحتويه من مواضيع تنعكس إيجابا على مستوى أداء جهزة الشرطة بما ينسجم مع المعايير الدولية